نأت المقاومة الوطنية بنفسها عما يجري من أحداث في مدينة التربة من محافظة تعز معتبرة أنها تخص السلطة المحلية بالمحافظة وقال المتحدث باسم المقاومة الوطنية العميس صادق دويد في تغريدة على حسابه في تويتر أن الأحداث في التربة شأن يخص السلطة المحلية وقيادة المحور في محافظة تعز وليست ضمن مسرح عمليات القوات المشتركة بالساحل الغربي وتشهد مدرية التربة توترا أمنيا غير مسبوق وذلك بعد قيام ميليشيات الحشد التابعة للإخوان باشتياحها ومحاولتها السيطرة على اللواء 35 مدرع صاحب أول طلقة مقاومة لميليشيات الحوثي والمسؤول عن تحرير 90% من المناطق المحررة في تعز